ترجمة نانسي قنقر والخضر كمشي كنعاولهم كنشعل معهم العافية اي حاجة كنديرها معهم حتى رتاحوا وطمأنوا بأنني أنا إنسان مزيان ما غن أدنهم مش بنتهم ومن قنود في الصباح قنود كنضحك معهم كنلعب معهم ما ديس راسي براني دين راسي بحل يولدهم صافيت المبدأوا بشوية بشوية كي يطمأن قلبهم لي ولو كيحسوا بأن الإنسان راه مزيان وفعلا الإنسان يعني يراها يستحق البنت دينا قرّوا أنهم يتجوجوا بأنهم يعطوني البنت ديهم بقلبهم وهم مرتاح أنهم يعطوني بنتهم قدرت العرس سما؟ قدرنا العرس سما وكنت أنا اللي كنت صليت بهم سما وأحد الشيخ تكلم معي باللغة العربية ذاك الشيخ اللي كتب لنا العقد ديال الجواج ديالنا تكلم معي باللغة العربية وقال لي يا هاد أول عربي أو لا أول يعني ما يقولوش أول مغربي أول عربي غاد يحط رجلو في المنطقة اللي جيت لها أنا نحن الفقر يعني مفتخرين بيك وفرحانين وهاد الناس اللي كتب شوفوا مع أنا بقلب الصنهار اللي كنت جووش كنوا الناس بززاف فليبينين كاملين جووا يشوفوا هاد المغربي أو هاد عربي جووا يشوفوا كيف أجدعي تفاجئوا بي واتفاجأ جبيهم لأنهم هما شوية قصارين أنا طويل لدرجة أن الصندلة اللي ضحكوا عليها فيها 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 ثلاثة وربعين ثلاثة وربعين ضحكوا عليها أمرو شوف يقولون أنهم الرجل غير صغير يعني أربعين تسعد وتلاتين ثمية وتلاتين سبعة وتلاتين يعني غير صندلة اللي تفاجئوا بيها وحتى نتفاجئوا بذلك التصرف ديالهم وذلك يعني صبح الله وحد الناس اللي هم طيبين بززاف بزاف وقال لي ذلك الشيخ بأننا شرف لنا وشرفتين وفحنا فرحانين أنك أنت غادي تجوج بنتنا وبنت المنطقة وأول عربي غادي جي عندنا الفيليبين اللي عندنا هنه هنه هذة المنطقة هذة قالوا لي غادي تصلي بين أنتايا بنا نصلي بي يعني تصلي بين أنتايا صليت بهم وكانتنيت شكر الله في ذلك النهار وفي ذلك الأومنيات حققت لي أنني تعرفت عليها وتعرفت على هذا الناس وجوج بالإنسان اللي كان بغيها وكانت وحد صالة اللي هي طويلة بحل صالة الجمعة ومن بعد الناس كاملين بدأوا تأطروا بذلك القرآن تجويد القرآن ديالة تأطروا بيت بذلك الخشوع كان بقاء كان نصلي يعني شداء كان طويل فيها بزاف الناس كاملين كانوا يصليوا معنا عيالات وكانت تأطروا في الأخير من سنة نصر بدأوا كيب كيب وذلك الناس جاءوا عند الأب والأم ديالة لاني جاءوا عنده وقلوا لهذا الولد هذا الولد هذا الولد الناس ورا بينا من القرآن دياله من القرآن دياله وبين الولد الناس ورا ضرب هذا الولد كامل على قبل بنتكم يعني سعداتكم مبروك على هذا الولد اللي جاء عندكم يعني وخدام حالي هذو كنا هذو كنا ايه المهم من بعد ما تجوجنا ومن بعد ما قنعت الأهل ديال اللاني بأنني أنا إنسان طيب وإنسان مزيان جاء الوقت باش غد نصافر باش غد نرجع للمغرب وخاصتي نجيبها معي باش كملوا كملوا الحياة ديالنا أنا ولاني في المغرب فالحاجة الوحيدة اللي كانوا كيطلبوها عائلتها يعني ببايها أمها اللاني الحاجة الوحيدة الطالب ديالهم وهو أنني نتلف بنتهم وأنني الرجع لهم بنتهم يشوفوها مرة أخرى وطلبوا مني على أن ما عجبتنيش داتلي شي حاجة عصباتني أو لقلقاتني أو لأي حاجة خطأ جاء منها فقط أنني رجع لهم بنتهم بدون من قاديها لأنها عززها اليوم كيقولوا لي ما عجبتك شداتك شي حاجة أي حاجة احنا ما قنطلبوه منك والو غير جعنا بنتنا كيف ما أعطيناها لك رجعتو محمد المغرب وبديتو من الزيرو كما قلتش لي يعني ما عندك والو بدينا جينا للمغرب ما قنحتش شي حاجة تكارفاص كذلك جبت هنال معي المغرب كان حرم راسع من بزاف ديال الحوايج باش أنا نوفر هادك شي اللي بغات أنها تأكل مزيان أنها تلبس مزيان أنني نقدر أني نساريها كان ذلك مستحيل باش أني نجمع الفلوس باش باش لا بغات شي حاجة نشريها الي كذلك رجعت المغرب كذلك رجعت الخدمة ديالي اللي هي الفلاحة والبني و و صبرات معاك يا الله صبرات معايا ضرتت أنني مني كان بغين نوض نخدام ولا شي حاجة في الصباح نوض مع الخمسة الصباح كان بقى فيها وقد قل لي يا غيقلس ما زال مثلا واحد شوية ديال الخبز ما زال واحد شوية ديال القاطة خليننا ناكلوه يعني ما بغات نش نضرب تابانا وملي قد شوفني ماتنا نجاي من الخدمة كرفاس حواجي مشرقين موصخين كتعنا قني وقد قولي اسمح لي وقد ضرب علينا تامارا وقد تتمنى بسكينة باش أنها تدير شي حاجة باش أنها تعاونني فهمتو صافي حتى احتجت نقطة تحول في حياتنا احتجت نقطة تحول في حياتنا هي أننا بديني قنبعنا قنبعنا نصطوريات في تيك توك انوية هاء فانا قناة محمد اندلاني قناة ديالنا محمد اندلاني ثم كانت القصة كاملة مكبولة صافي حياتنا تحسن بشوية بشوية الحمد لله القناة شوية ذلك الفلوس التي سنعملها في الموقف في الفلاحة ندخلها من اليوتيوب وكذلك تيدت القناة قناة ديالها بدت التعاون معي بها ولكن نقدر فيها محتوى ديال الفيليبين موجهة الفيليبين موجهة الفيليبين قدرنا نقلات أخبار بشكل صحفي وكذلك تفرج ما يوقع في الحادث ما يوقع اليوم وكذلك ما يوقع وكذلك تتعاون تتعاون مع الناس الناس الجارية الخارجين الفيليبين يتقدموها بطريقة يتقدموها بطريقة والحمد لله يعني ما لدينا شو ما خاصنا شو يعني الحمد لله يعني الحمد لله من الفقر القوي القاصح و الحمد لله الحمد لله الحمد لله الفلوس ما كانش لدينا باش انها تصافر هادي اول حاجة تاني حاجة من بعد جداد كورونا ودبا حاليا يمكنها تصافر هي ولكن بزاف ديال اجراءات باش انها تخرج من المغرب و باش انها تمشي للمغرب وهو اللي ديال متفاهمين هاته اه هو اللي ديال متفاهمين هاته المسألة هدي وهي يعني بغات انني نمسافر معها يعني ضروري خاصي نسافر معها انا يعني قلت لها انك تمشي بتصافر ايب واحدة قلت لي لا ما يمكنش نسافر بوحدي باش كمال الفرحة ديالي خاصي ضروري تكون معي وتصافر معي وانا دا بايلة بايت نصافر عادي مشي توريس وتوريس دا با حاليا في الفلبين مقطوع حابسين توريس أخي محمد القصة ديركم يعني صار حلقت واحد صادة كبير وقلت لي دا با في الكواليس باني تكون مشروع دي واحد فيلم في الفلبين شنوقع من بعد هاد القصة ديالي كتباتها لاني القصة ديالنا انا و لاني كتباتها لاني في واحد بحاليا قد نقول لك موقع موقع توريس ديالي ايا كتباتها في واحد الموقع ومن بعد سيفتطتها في جيمال واحد واحد القانا لا نتكلم اسم تاعها موين في الفلبين قرأوا ذاك القصة ديالنا و تأطراوا بها و عجباتهم وتم بزاف قنوات في الفلبين اللي بغوا انهم يشيرون معدنا القيصة دينا والقيصة نتاعنا ان شاء الله على ما قنضى تقدر انها تحط مازاد يعني تزايد عليا القانوات بشكل يقدر يأخذها الحمد لله شو صبح الله يعني كيفاش قد يوقع وان شاء الله مني غامشو لفلبين غادين يعني غادين نسنيهم معامقون نسلموا لهم القيصة دينا باش انهم غادين تمثل ان شاء الله في الفلبين وغيمثلوها هما قالوا لي قدرنا مثلها أنا نوال باطل قدرينا مثلها وقدرنا انهم يمثلها شيء واحد اخر في عاوطا ولكن المشكلة انا لم أكن عارشنا ذروق تقالوغا يعني اللغة دية الفلبين ميلا عارشنا ذروق به والمشكلة وصافي وقالوا لي ولكن قالوا لي ما ساعدونه كما سيكون القيصة مؤتر اكثر هما قالوا لي لا أقصد تبعين لا قالوا لي كما ستكون القيصة مؤتر اكثر سندروا الباطل من الفيلم اللي هو أنا سوف ينموت في الخار لكي تكون قصة مؤتيرة بزاف و ستعجب الناس و سوف يعلمون انه في الخار بأنني سوف ينموت و سوف ينموت ايضاً عندما ما ادلت لهم الى المغرب هم سوف يأخذون انه مغرب و سوف ينموت سوف يكون قصة مؤتيرة لني سيتم اكثر و و قلت لهم لا أفعل لهم اتمنى انه لكي تحطي ماهية تحطي ماهية لكي يكون 100% حقيقة قصة لكي تكون قصة لنا مثلها فنين المغاربة وتكون مليون في المئة مغربية دي الولد المغريبي أحسن ما يكون مثلا قصة دي المغربي مثلها في الفيليبي ولكن للأسف جريتين يوعد مسألة دي المشكلة دي السيناريو وعدنا في المغرب هنا بزاف دي المغاربة المتتبين كي عاتبوا بزاف الأعمال المغربية اللي كتكون في السيناريو ضيف وأنا كنظن نزمع بحل هذه القصص الواقعية ربما تكون نواد دي الواحد المسلسل وواحد مشروع يعني فنين يكون في المستعود أنا كنظن وشي كنظن أنا متريق على مليون في المئة بأن القصة إلا تحطات كيفما أنا حطيتها في لاشين يوتيوب يعني القصة دي راني حطتها في لاشين يوتيوب فيها أزاء فيها تمنيات الأزاء لكي تفرج غير جزء الأول كيكتف الميصات بأنه كيبكي وش حامل واحد بدا القصة دي اللي من جوج ليل سالة الخمسة دي الصباح كيكتباني في الكومنتر كيقو كان عندي الخدماء عندي بزاف دي الحواج وبقيت قالص كانت فرج لها بليل حتى تكملت القصة يعني إلا كانت مشروع في النيراس يعني هذه اللي كانت تحطات أنا كنظن وكانت تحطات وماشي كانت نظن يعني متيق المياه في الميالات تحطات غادي تعجب بزاف منتاع الناس وربما تترجم ويتفرجوا لها دول أخرين يعني خارج المغرب محمد خولها صادية لها القصة اللي صراحة لنا يعني صراحة أنا شداتني وبهرتني لأن فات الوقت هذه غلبات المادية يعني نهضروا لا للرجال ولا للأيالات كل واحد يقلب على تلك الطرف اللي غي يستفد منه محمد والمادام ديالله يعني ما كان عندهم لا فلوس لوله ولكن ضحى وتقاتله حتى تجمعوه في بيت واحد في بيت زوجية تبارك الله دابع عندكم بنيتا شنو الميصاج اللي بغتي تتوصل الناس من خلال هذه القصة ديالك الميصاج اللي بغتي تتوصل الناس هو ما كينشي حاجة مستحيلة أنا بالنسبة لي ما كينشي حاجة مستحيلة أي حاجة تمحتي ليها أي حاجة درتها في قلبك ومشيتي عليها لك غادي توصل لها وهذا ميصاج كذلك تقدروا أن الميصاج هذا توصله مع الأصدقاء ديالكم مع الحباب ديالكم هذا الميصاج هذا هذا الفيديو هذا يوصل لبزاف نتاع الناس بأنه ما كينشي مستحيل وأي بنت الناس وعدها شي يقول للناس بلا ما يقول لها أي مبرير أو يقول لها بأنني أنا راها ما عنديش ولا الظروف ديالي ما كينش ولا إمكانيات ديالي راها تعييه تكون تعييه تقبل عبتل الوضع دياله تعييه تقبل الوضع دياله هذا الشي اللي كين يعني إنساني اللي كنتي كتبغيها لكتد المستحيل على قبلها ومشي بالضرورة تكون عندك الفلوس باش أنك تجوج بالإنساني اللي كتبغيها ومشي بالضرورة تكون عندك الضار أو تكون بي خير خصي تكون الصدق والمعقول هذا الشي اللي كين وكذلك نتعى الناس الوضعية ديالهم ضعيفة والمدية ديالهم ضعيفة وهذا ما يقولوش بأننا راه ها بما عندوش مموين ما عندهاش يعني أنا راه غدا نعيش في الفقر لا خدم ودمر وده المنصة قبال ديالك قدام عينك وورك غادي توصل المنصة قبال ديالك وتحقق الأمنية ديالك بزاف ديال الناس نطلقهم من الصفر حتى توصلوا الهدف ديالهم وعاشوا بخير ودك الشي اللي اللي كانوا يبغيوا ووصلوا لي والتي ستريت الأمور ديالهم المادية والمعنوية والحمد للنا قدروا شنا نشوفوا قصة ديال محمد في نتفليكس ولا في شيء الشي قناة عالمية لاش لا أكيد إن شاء الله أكيد على ما كان نظن واحد العام ونص تقدر مسلسان هذا غيكون مسلسان مشي فيلم لأنه غيكون طويل وعلى ما كان نظن بأنه راه يقدر 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 بأن هاد الفيلم هذا رغيوا يرجع حتى المغرب ويكونوا فيه ممثلين فلبينيين ومترجم بالدريجة على ما كان نظن بحالة قد نقوله زعم هاد التوركيين أو هاد حال هكاك وتما غاتكون صدمة كبيرة ديالناس بغاربة لقيصة مغربية ومشيات الفيلم بين المثلات ومن بعد ترجمات عاد رجعت بالدريجة وعاد هما سمعوا محمد شكرا لك بزيف على الاستهضافة ديالك على هذه لاحظات المؤثرة التي شاركتها معنا وكنت منك إن شاء الله أحد موفق وكنوا ادعوكم إن شاء الله على أمل لقاء بك في حوار آخر على الاشلا مشاهدين الكرام وكنشكركم على حسن المتابعة ديالكم وكنوا ادعوكم على أمل لقاء بكم في حوار آخر مع ضيف آخر إلى اللقاء قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابنوا معنا فلاشين يوتيوب وبرجاجوا المحتوى في مواقع التواصل اجتماعي وما تنساوش تديروا الجامل